اشتركوا في القناة النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا. بس قبل ما اتكلم عن الفرصة دي حاب اوضح لديه قناتنا قناة منح من كل الالوان هتلاقي عليها فرص ومنح كتير جدا. بالاضافة كمان ده الرسمي الخاص بنا هتلاقي عليه كل الخدمات اللي احنا بنقدمها ومقالات المنح والفرص. وما تنسوش تتصفحوا القناة عشان تعرفوا راح لسالمنح الدراسية كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وضغطوا على الجرس الصوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خليليني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. فرصة النهاردة هي عبارة عن فرصة تدريب ورحلة سياحية الى تركيا ممولة بالكامل وفيها تزاكر الطيران ومتاحة للجميع. تمام كده? طيب خليليني نتعرف على تفاصيل اكتر. بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها هذا التدريب تمام? هي دولة التركيا. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدم هذا التدريب هي آآ جهة اسمها اتحاد البلديات في تركيا اللي هي آآ يونيون اوف منس بوليتز اوف تركيا. تمام? دي الجهة اللي مقدمة هذا التدريب. وهذه الرحلة. بالنسبة لمرحلة الدراسية المتاح لها التدريب. التدريب ده متاح لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين وديبلومات. يعني ملوش اي علاقة ازي كنت بتدرس بقى باكالاريوس ماجستير ودكتوراه ازي كنت اه ازا كنت متخرج حاليا ومش بتدرس فهو متاح للجميع. تمام? بالنسبة لمدة التدريب والرحلة دي اللي هتكون مدتها هتكون مدتها من اتنين وعشرين اغسطس حتى تمانية وعشرين اغسطس. تمام? يعني نقدر نقول كده خمس ايام او اسبوع يعني. تمام? اسبوع هتاخد في هذا التدريب. بالنسبة لاهداف التدريب ده. يعني التدريب ده فيديته ايه? او انت هتستفاد ايه لما تنضم للمؤسسة ايه? وتاخذ معهم هذا التدريب. تعال نتكلم عنه اكثر ونفهم ايه اهدف التدريب ده. بيقول لك توفر اللي هي اللي هو اسم التدريب. تمام? اسم التدريب تمام? ده اسم البرنامج. فبيقول لك البرنامج ده بيوفر بيئة تدريبية دولية لمجموعة واسعة من المشاركين من جماعة الحائل العالم. والبرنامج ده بيركز اكتر شيء على دول الشرع الاوسط. يعني بالتالي دول الشرع الاوسط بالنسبة كبيرة بتكون مقبولة وبياخدوا انها اعداد كبيرة. تمام? للتعليم والتواصل الاجتماعي ورؤية الممارسات الجيدة جنب الانجانب امسلة العمل البلدي. تمام? زي هركزوا على اعمال الحكومات المحلية آآ للمقارنة. تمام? السلطات المحلية في تركيا. القيم الاساسية للحكومات المحلية الديمقراطية. كافية اعداد السيرة الذاتية وتقنيات المقابلة. كل ده حيتم التركيز عليه. تمام? فده بالنسبة لاهداف التدريب. بالنسبة للتمويل اللي حضرتك هتاخده في المنحة عندي عندنا تمويل ممتاز جدا. اول حاجة المنحة دي او الفرصة دي ممولة بالكامل. انت مش هتدفع اي تكاليف خالص لاخذ هذا التدريب. كمان آآ زي ما احنا قلنا بالنسبة للتدريب كله كملا بالمجان والسكن الفندوقي عندنا عندها هيكون في سكن فندوقي لمدة التدريب كاملة زي ما احنا قلنا هي اسبوها تقريبا. فيكون المدة دي كاملة هتاخد فيها سكن فندوقي. كمان هيكون عندك وجبات الطعام. تبع هذا السكن. برضو هتكون مشمولة تلاتة وجبات في اليوم. بالاضافة كمان تزاكر الطيران من والى تركيا هتكون مشمولة لك. تمام? يعني انت مش تدفع برضو اي حاجة بالنسبة لتزاكر الطيران. وكمان بالنسبة للفيزا هتكون مشمولة لان هم كاتبين على موقعهم الرسمي ان كل التكاليف مشمولة من فيزا من تزاكر طيران من طعام من سكن من كل شيء. تمام? بالاضافة كمان هيكون عندك بقى رحلات طرفيهية وجولات سياحية في دولة تركيا وعشان كده هنبيقول انها فرصة تدريب وكمان فرصة سياحية. طيب وهنا ده جربنا على الواتس وجربنا على التليجرام يريد تنضموا عليهم عشان توصلكم محلس المنح الدراسية فور نزولها. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم متاح التقديم لجميع الدول سواء انت من دول العربية افريقية اسيوية متاح لكي التقديم وكمان بيتم التركيز على دول الشر الاوسط والدول العربية بياخدوا منها عادات كبيرة. طيب هنا عندنا بعض الملاحظات ان الفرصة دي ليس بيها حد اقصى للعمر للتقديم فيها. تمام? يعني الفرصة دي بتقدر تقدم لها لو انت سنك كبير سنك صغير متاح لك التقديم. كمان لا تحتاج اي شهارة لغة للتقديم فيها. مش مطلوب منك باقي شهارة لغة انجليزية او تركية. لا مسموح لجميع اه يعني المؤهلات وكمان بدون شهارة اللغة. وزي ما احنا قلنا جميع المراحلة الدراسية من طلاب وخارجين وديبلوماد. بالنسبة للاوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي اول حاجة عندك ملء تمام فيه خاص بالمنحة لازم تملاق كمان تحط في ده صورة شخصية لك تكتب مقالة انية تمام بشكل احترافي وتترفق شهارة تخرج. لو انت بالفعل شخص خلصت دراسة وتخرجت بترفق شهارة تخرج. لو انت لسه بتدرس بتجيب شهارة السنة اللي قبلها. تمام كده? طيب كيفية التقديم زي ما احنا قلنا بيتم ملء ويرفق به كافة الاوراق. اخر معادل التقديم في الفرصة دي هو تلاتين يوليو الفين واحد وعشرين. احنا النهاردة خمسة وعشرين يوليو فقدامك بالزبط خمسة ايام والتقديم انتهي فتحاول تقدم فقر بوقت وتقدم بشكل احترافي. كمان لو انتوا بقى حابين تقدموا من خلالنا وحابين تعرفوا خدماتنا الاضافية ممكن كمان آآ تتعرفوا على خدماتنا الاضافية ازي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة الاوبول مية في المية في الصين وكمان وفرنا خدمة الافرصة في هولندا وكمان خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة يعني لاوز تقدم من خلالنا عن المنحة دي المتاح وخدمة تجهيز الاوراق عشان تستدمي في التقديم بنفسك لاي فرصة ومنحة وخدمة التقديم على الكرسل. ولو عايز زي خدمة لالخدمات دي. بتلاقي رابط استمرارات خدماتنا في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. وكمان بتلاقي رابط خدماتنا هنا بتضغط على الخدمة. آآ بتملق استمرارات الخدمة اللي انت آآ مهتم بيها واحنا بنتواصل معاك ونرتب معاك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح للاعلان الرسمي تيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي المنحة دي عشان يفتح معاك تمام? هيفتح معنا كل التفاصيل الخاصة بالفرصة دي من على الموقع الرسمي زي ما احنا وضحنا. طيب هنا ده التفاصيل الخاصة بالمنحة اسمها تمام? بيوضح لك التفاصيل المنحة دي مهتم بايه? كاتب لك هناك كل التكاليف مغطة من فيزا ما تذكر تغيران من كل شيء. تمام? وكاتب لك هنا اخر معاك تلاتين يليو الفين واحد وعشرين. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم. تيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك التقديم. لما تضغط على كلمة بتقدم الان التاني يفتح معاك بهذا الشكل. تمام? طيب. اول حاجة لازم تحط الايميل بتاعك. اللي انت اه يعني هيتواصله معاك من خلاله اه لو تم قبولك. تمام? فانت بتحط ايميلك هنا. بعدين بتقدر تغير المتنكس دي وتخش على السكشن اللي بعده. تمام? في السكشن اللي بعده هنا عندنا. ده بيديك نبزة كده عن المؤسسة. بيقول لك المؤسسة دي هدفها ايه? بيديك نبزة عنها. بعدين بتقدر تخش على السكشن التالت. تمام? وبتبدأ بقى من هنا معلوماتك الشخصية. اول حاجة هنا بتحط آآ اسمك. تمام? آآ الاسم الاوسط. تمام? والاسم الاخير. بتحط الجندر بتاعك. تمام? آآ وهنا تاريخ ميلادك بتحطه. بتحط انت من اي دولة. بتحط اليميل بتاعك مرة تانية. بتحط رقم الهاتف بتاعك. وبتحمل صورة شخصية لك. تمام كده? بعدين بتضغط على السكشن اللي بعده. آآ وبرضو بتشوف ايه المطلوب فيه وبتبدأ تملاقها. في السكشن اللي بعده هنا بيقول لك المعلومات التعليمية بتاعتك. ايه الجامعة اللي انت بتدرس فيها حاليا او اللي انت تخرجت منها. تمام? او المؤسسة يعني انت تخرجت منها بشكل عام. آآ بتحط هنا طبعا الاسم بتحط يعني التخصص بتاعك تمام? آآ بتحط بدأت من امتى? وخلصت امتى? لو انت لسه بتدرس خلص بتحط التاريخ المتوقع للانتهاء. بيقول لك درقتك بتحسب من كام? من مية ولا من عشرة ولا من خمسة ولا من اربعة ولو مسلا في الجزائر او المغرب او تونس بيحسبه الدرجة من عشرين فتكتب ازر وتحط مسا عشرين تمام? بيقول لك انت مسلا تأديرك كامل بعد لما تخرجت او لو اه انت لسه بتدرس بتجيب تأديري السنة اللي قبلها تمام? هنا بيقول لك ارفق شقارة التخرج آآ لو انت تخرجت او شقارة السنة اللي قبلها لو انت لسه بتدرس تمام? اللي هو او طيب. حطينا الاجزاء دي نخش على السكشن اللي بعده تمام? في السكشن اللي بعده هيتطلب منك هنا انك تحدد مستواك في اللغات. اللغة الانجليزية مستواك فيها ايه? على سبيل المسال ممكن تختار مستوسط قوي قوي جدا مسلا هي رقم خمسة تمام? اللغة التركية لو انت بتعرفش ايه حاجة في اللغة التركية بتختار رقم واحد تمام? ولو انت بتعرف لغات تانية زي اللغة الفرنسية ايطالية اسبانية بتضيف ده هنا تمام? بعدين بتضغط على كلمة ناجس وتخش على الخطوة اللي بعدها. في الخطوة اللي جاية هنا. هنا بقى بتكتب عنوانك فين? تحط بقى هنا بتاعك عنوانك الكامل المدينة الدولة اللي انت قاعد فيها. بعدين بتضغط على كلمة ناجس وتخش على اللي بعده. تمام? وفي هذا انت بقى بتبدأ توضح انت هتيجي لتركيا من اي دولة. تمام? آآ المدينة اللي انت قاعد فيها حاليا هتطلع من اي مطار وهل بتحتاج فيزا لتركيا ودار عشان هما بيقدروا ان هما يعملوا لك الفيزا. تمام كده? وبعدين بتضغط على كلمة ناجس. تمام? وبتخش على اخر عندنا. وفي اخر هنا عندنا بيقول لك انت عرفت المنحة دي منين? من اللي عرفك بالمنحة دي? فياريت يا جماعة لما تيجوا تكتبوا تكتبوا تضغطوا على كلمة ازر دي وتختاروا هنا او تكتبوها بالمعنى ده كده. اللي هي قناتنا منح من كل الالوان. تمام? طيب. ده بالنسبة انت عرفت المنحة منين? والنسبة للتطوع. هل انت مثلا عندك خبرة سافرت قبل كده لأي دولة برا? او رحت اي تطوع برا? لو ما عندكش اي خبرة تضغط على كلمة او لو ما استفرتش في اي دولة برا خلاص تضغط نوع. تمام? اه لو سافرت طبعا تضغط ياسو بتوضح روحت فين? او اتطوعت في ايه? او عملت ايه بالزبط? هنا بقى الجزء الاهم وهو جزء لازم تهتم بكتابته بشكل احترافي لان ده اللي هيميز طلبك عن طلب اخر. تمام? يعني ده الباقي كل اللي احنا عدناه كلها معلومات شخصية. لكن هنا ده انت بتوضح نيتك للانضمام اللي هتستفاده وهتفيد البرنامج ده ازاي? وبعد لما بتخلص كل ده بتضغط على كلمة صابميت ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنح. فكده احنا وضحنا كل التفاصيل. منحة صراحة ممتازة جدا. اه ممولة بالكامل كل التكاليف مغطى اخر معاد تلاتين يوليو الفين واحد وعشرين. وما تنسوش خدماتنا الاضافية لو لو حابين تقدموا من خلالنا. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولبول للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.